أسس الوطنية لتوزيع وتسويق المنتجات البترولية نفطال في سن إجراءات ردعية على مستوى محطات الوقود التابعة لها والتي تقع في المناطق الحدودية قصد الحد من تهريب الوقود إلى البلدان المجاورة ومحاصرة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني حيث كشفت مصادر مسؤولة بمؤسس نفطال أنه تم سن إجراءات ردعية ضد الضخاخين المتواطئين مع مهربي البنزين والمازوت